السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعنا كرام في فيديو جديد اليوم إن شاء الله سوف نتعلم كيفية إيقاف حفظ وسائط الواتساب في معرض الصور بهاتفك سواء كان فيديو أو صورة عندما تنزل أحد ملفات الوسائط يتم حفظه تقائيا في معرض الصور بهاتفك الوضع الافتراضي هو أن خيار عرض الوسائط يكون مفعالا ولإيقاف حفظ الوسائط الواردة في كافة الدردشات الفردية والجماعية وعدم حفظها في معرض الصور بهاتفك يعني لن يتم حفظ أي صورة أو فيديو في هاتفك فقط اتبع هذه الطريقة قم بفتح تطبيق الواتساب بعد ذلك هنا في الآلة تضغط هنا على 3 نقاط ثم تضغط هنا على خيار الأخير الإدادات بعد ذلك تضغط على الخيار الثاني الدردشات كما تلاحظون هنا عندنا عرض الوسائط الميزة مفعالة سوف نقوم بالتعطيلها بالضغط هنا بهذا الشكل وبهذه الطريقة لن يتم حفظ أي صورة أو فيديو عندك في الهاتف في معرض الصور بعد ذلك إذا أردت حفظ صورة أو فيديو عندك هذه الصورة وأردت حفظها في معرض الصور بهاتفك أو بنفس الطريقة تتبق على الفيديو فقط تضغط على الصورة ثم تضغط هنا على 3 نقاط في الأعلى بعد ذلك تضغط هنا على حفظ كما تلاحظون تم الحفظ بنجاح وبنفس الطريقة يمكنك تتبقها على الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته